عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزة لسعود ونوه المجلس بما تحقق من دقة في تنفيذ الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية خلال موسم حج هذا العام كما اطلع المجلس على عدد من التقارير الصحية حول مستجدات جائحة كورونا على الصعيدين المحلي والعالمي وما توصلت إليه آخر التجارب السريرية والأبحاث المحلية والدولية من نتائج حول اللقاحات ومدى فعليتها وأمانها وفي الشان الدولي ثمن مجلس الوزراء توجيهات الملك بالوقوف إلى جانب لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت وأشار المجلس إلى البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان والتشديد على أهمية احترام سيادة السودان واستقلال قراره وجدد مجلس الوزراء حرص المملكة على استكمال جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مؤكدا أن تقديم الآلية الجديدة لتسريع العمل باتفاق الرياض يعد تجسيدا لتمسك المملكة بهذا الاتفاق وشدد مجلس الوزراء على أن رفع حضر التسلح عن إيران يزيد من تأجيج الصراعات في المنطقة هذا ووافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة التستر بالصيغة المرافقة للقرار